تتواصل فعاليات الملتقى والمعرض الدولي للصناعة الذي يعقد خلال الفترة من 29 حتى نهاية أكتوبر الجاري ترتكز رؤية الملتقى والمعرض على دعم المبادرات الدولية تشاركية بين الكيانات الصناعية والتجارية على المستويات الإقليمية سواء العربية أو الإفريقية أو الأورو متوسطية أو الدولية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تستمر فعاليات الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة حتى 31 من أكتوبر الجاري والذي ينظم التحاد الصناعات المصرية بالتزامن مع مرور مئة عام على تأسيسه وذلك بهدف دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية والتجارية على المستوى الإقليمي والدولي إلى جانب دعم المبادرات المحلية كالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية إبدأ نحن في مبادرة إبدأ شغالين على ثلاث محاور أول محور هو محور المشروعات الكبرى وتاني محور هو محور دعم الصناعة ثالث محور محور التدريب المبادرة طبعا كانت مفيدة للشركة لأننا استخدم مبادرة في استثمار في الماكينات الجديدة اللي دخلت المصنع وبالتالي حسننا بها الإنتاج زائد إن إحنا برضو دخلنا خط إنتاج جديد للمحركات الكهربائية موضوع كمان الرخصة الزهبية اللي منحها مبرح للمستثمرين لمدة ثلاث شهور دي دي رخصة بتمثل 15 رخصة ببعض فأكيد دي هتيسر الحال كتير يعني أنا أروح مشوار واحد أخلص رخصة تكافل مصنع كله في كل التزامات وأكيد أفضل كتير من إنه أطلع كل ما أحتاج حاجة أطلع لها رخصة لوحدة كمبادرة وطنية ستساعدنا كتير جدا إن إحنا نطور على سكيل واسع الصناعة المحلية في مجال الإضاءة في شتى الطرق في مجالات الإضاءة الداخلية والخارجية إن إحنا بنصنع هنا محلي وده هيوفر طبعا فرص عمل المعرض يقام داخل ثلاث قاعات على إجمال مساحة تتجاوز العشرة آلاف متر مربع وتضم أجنحة العارضين شركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال وشركات أعضاء غرف اتحاد الصناعات المصرية وجهات دولية مختلفة بجانب مساحات مخصصة لعقد المباحثات واللقاءات الثنائية والشركات المستقبلية المشاريع القومية الموجودة محتاجة كل الصناعات يكون موجودة يكون شغالة إحنا الحمد لله مشاركين في حياة كريمة في أغلب المشاريع مع كل القطاعات الدولة إحنا عندنا الحمد لله دلوقتي توطين صناعة كاملة وعندنا كافة الصناعات الكهربية لجهد المخفض جهد المتوسط نسبة المنتج المحلي فيها بتتخطى 70% وشغالين عليها إن شاء الله نوصلها مش أقل من 90% في نهاية السنة الجاية إن شاء الله يستهدف الملتقى والمعرض طرح أفاق النهوض بالصناعة وتوطينها في ظل التحديات الاقتصادية وتعزيز الصناعة المستدامة ودعم الإبتكار إلى جانب عرض قوة الصناعة المصرية والتي تعد أحد أهم قطاعات الاقتصاد بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة جرمين إبراهيم التلفزيون المصري